في عام 1927 اعتنق جارودي المسيحية وعمره 14 سنة على المذهب البروتستانتي غريب أهل ما لهم أي علاقة بأي دين بما فيها المسيحية هو الوحدة قرر يعتنق المسيحية لماذا انظروا انظروا النضج والعقل والتفكير لطفل عمره 14 سنة يقول اعتنقت المسيحية آنذاك لأعطي لحياتي معنى في وقت كان الجميع يعتقد بأنهم يعيشون نهاية العالم بسبب الحرب العالمية وبسبب اجتداد الأزمة داخل أوروبا فكان الناس كلها تعيش خلاص في أجواء ما فيها أي إيمان ما فيها أي روحانية وانتشار طبعا كان للشيوعية والإلحاد بشكل كبير في هذه الأجواء يقرر وحده عمره 14 سنة أن يصبح مسيحيا ثم في عام 1933 انضم رجي جارودي إلى الحزب الشيوعي الفرنسي ما كان ملحد ولا كان حتى شيوعي على فكرة كان في ذلك الوقت رئيسا للشبان المسيحيين البروتستانت لكن لماذا انضم للحزب الشيوعي كان الانضمام أولا للحزب الشيوعي موضة عند كثير من المثقفين الفرنسيين وكان سبب هذه الموضة أنهم يبحثون عن طريقة للخروج من الرأس مالية الرأس مالية المسيطرة على العالم وتمصد ثروات العالم وفي نفس الوقت كانت الشيوعية الطريقة للتصدي لهتلر والنازية التي بدأت تظهر بقوة في ذلك الوقت فكان عنده خطرين رئيسيين الرأس مالية وخطر النازية الرأس مالية الأمريكية والانجليزية والنازية الألمانية بهتلر فكان الخطرين أقوى من هو معادي لهم هم الشيوعيين بالذات السوفيت اللي أيدون الشيوعيين في كل أوروبا فوجد أنه الوحده ضعيف هو جماعته فانضم لجماعة تستطيع أن تتصدى لهذين الخطرين وفعلا استطاعت النازية أن تصعد هذه الحركة النازية تصعد وتصعد في ألمانيا حتى استطاعت السيطرة على ألمانيا في 1933 ولم يكتفوا بذلك بل بعد تعرفون هتلر بعد ذلك بدأ في 1935 الحرب العالمية الثانية وبدأ هذه الحرب باحتلالة لعدة دول أوروبية ثم احتل فرنسا نفسها فقام الشيوعيون بالتصدي له والحركات القومية ديقول وجماعته بالتصدي لهتلر النازي الذي احتل فرنسا وكان هو مع الجماعة الشيوعية التي تصدت لهتلر لكنهم سطعوا القبض عليه وارسلوه لإحدى المعتقلات النازية ليس في فرنسا وليس حتى في ألمانيا وإنما ارسلوه لمعتقلات في الصحراء الجزائرية عام 1941 مية واحد واربعين ترجمة نانسي قنقر